اشتركوا في القناة وفيما يلي نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ان ارفع الى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبركات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في هذا اليوم الذي تؤكدون فيه مواصلة المسيرة التنموية الشاملة على طريق العزم والاسرار لتحقيق تطلعات المواطنين الكرام والاهداف المنشودة للمملكة نحتفي بما تم تحقيقه من منجزات ومكتسبات وطنية بجهود ابناء الوطن في ظل قيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لنضيف فصلا جديدا من فصول الفخر والاعتزاز بمسيرة جلالتكم المباركة ويسعدني ونحن نشهد هذا المحفل الوطني ان نشيد بمضامين خطابكم السامي والذي يحمل لنا رؤاكم وتوجيهاتكم الطموحة والمتجددة من اجل تحقيق مزيد من النمو والازدهار للوطن والمواطن وما تضمنه من تقدير لابناء المملكة على ما يقدمونه من اسهامات جليلة ترفد كافة جوانب التطوير والتقدم للوطن الى جانب تطلعاتكم لمستقبلنا المشرق الذي يحمل كل خير ونماء بما يلبي طموح الوطن وابنائه المخلصين وفي الختام نجدد لجلالتكم العهد في هذه المناسبة الوطنية على تحقيق المزيد من المنجزات ومواصلة العمل على كل ما من شأنه رفض المسيرة التنموية الشاملة لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم سائلني الله العلي القدير ان يديم على جلالتكم منفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وفيما يلي نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الامير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ السرور والتقدير تلقينا برقية سموكم المؤنئة لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى وفي الوقت الذي نعرب فيه عن خالص شكرنا لسموكم وتقديرنا لمشاعركم نستحضر دور سموكم المميز ومشاركتكم الطيبة في دعم هذه المسيرة المباركة وتحقيق هذه المنجزات الديمقراطية التي تترسخ عاما بعد عام وتعد لمستقبل مزدهر لهذا الوطن العزيز وتحقيق كل معاني العزة ومظاهر التقدم نعتز عاليا بدور سموكم من اجل بلوغ الطموح والغايات التي تواصل النهوض بالوطن وابنائه الكرام أدام الله عليكم نعمة العافية ووفقكم لما يحبه ويرضاه ودمتم سالمين يحفظكم الله والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين